يعني التنقلات المتلوي دي ما تبقى من الأسعب التنقلات بالنسبة للإدسفيرسي أكيد جداً وفريق المتلوي في حد ذاته فريق محترم جداً كذلك لما يلعب يكون في الميدان متاعه كان يقلق المنافسين مباشرين وكذلك حتى شفناه في المباراة الأخيرة في مباراة الكاس كان أخصى فريق الترجلية التولسي هنا في الميدان متاعه إن شاء الله نعرف اليوم أكل كبير وصغير على الفريق المنافس درسناه بالإقدار وإن شاء الله الانتصار يكون حاليفنا إن شاء الله اليوم شكراً إذن حاطم بلاويشيت وهو المدرب المساعد بالنسبة للإدسفيرسي طيب تشمشيوا للمدرب المساعد في النجمري يذي بالمتلوي مساعد بطبيعة غزي الغريري محمود المسمودي أكيد مباراة يعني جي في وقت بهي ثم مصالحة مع الجمهور فما كذلك يعني انتعاشة كبيرة بعد دقاء الكاس يظل اليوم يعني ظروف كلها مويتة بشتعملوا مباراة بهي مع إدسفيرسي إن شاء الله نستغلوا كما قلت أنت الظرف هذا اللي نتعديه في فترة باهية نستغلوا الثيقة اللي اخذناها من المقابلة الأخيرة خاصة النقاط الإيجابية اللي خرجنا بها من المقابلة هو الروح الانتصارية الروح القتالية والتنظيم فوق المعب إن شاء الله هذا يكون دافع لناحنا اليوم بشنا نعمل نتيجة إيجابية إن شاء الله اليوم يعني سيسيس يعني تسام مقابلة تقريبا مني صعود المتلوي للرابطة الأولى الانتصار وحيد للنجمة المتلوي على النيدسفيرسي والله تعرف احنا كنا نخدم هذوم الأرقام ما يعني وينا حد شيء بقدر ما نركزوا على الجزئيات اللي تخص الملعب تخص التمركز امتاعنا فوق الملعب والتنشيط امتاعنا هذة أكثر حاجات اللي ما عندها نركزوا عليهم بقطع نظر على الإحصائيات تعرفوا هذوم غياب ديارة بشكال لكم شوية ولا والله تعرف ديارة يمكن اعطانا عمق في المقابلة عمل المقابلة كبيرة اشتكى من نوجاع في وصله أسبوع ما منيج مناش نعاولوا عليهم من الأول اكيد عنده المكانة بتاعه واحنا هذة المركز حساس بالنسبة لنا احنا على خاطر كنا نشكوا نقص في المركز هذة اليوم إن شاء الله مع انت عميد المنيوي بشي يخر المركز هذة إن شاء الله يقدي بالخبرة متاعه بالصنعة متاعه إن شاء الله نلقاوا منه مع انتها الإضافة شكرا إذن محمود المصمودي طبعا شكرا لك خليك تمشي طول البنك الاحتياط واقبل ما تنطلق المباراة ثم دقيقة صمت الساعة ترحمن على روح فكري بوداية ثم نعود انتهاء دقيقة الصمت مشاهدين الكرام قلت على ترحمن على روح فكري بوداية ونمشي الآن مباشرة تاني للتعليق المباشر على هذه المباراة مع الزملاء رضا الفهم مورد بوغراء تفضل ثم نعود في الشوت إلى اللقاء شكرا لك حافظ وتحية لك وكذلك أيضا للمحل الفاني جمال الحاجي واللعب الدولي السابق شكيب لشخم وبعد شوية تنطلق مباراة الجولة عدد ثمنتاش مبتل ترات المحترفة الأولى لكرة القدم بن نجم المتلوي وضيفه نادي الاسفاقسي وكما لاحظنا دقيقة صمت كانت ترحما على روح الفقيد فكري بوداية الرئيس لجل التحبان نادي الاسفاقسي سابقا ربي يرحمه ربي نعمه بالجنة تقب تحكيم المباراة بعد ما قدمنا تشكيلتين الفريقين يسري ابو علي كحكم ساحل حكم المساعد الأول رمزي بن فرجل حكم المساعد الثاني والعياد مهدي البكوش حكم رابع يراقب المباراة شكري سعد الله لحظات تنطلق مباراة نجم المتلوي والنادي الاسفاقسي بملعب المتلوي وننترق شاء الله بعد شوية في الوصف مرحبا بكم مرة أخرى مرات مرحبا بكاري ذا عودة بعد قليل تنطلق المباراة مباراة فريق النجم الرياضي بالمتلوي والنجم الرياضي الساحلي أكيد بشعة إشارة انطلاقها الحكم يسري بو علي هذه المباراة الخامسة بالنسبة لهذا الحكم بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى جماهير محترمة العدد تحظر اليوم في الملعب البلدي بالمتلوي تقص كذلك ممتاز بالنسبة لهذا اليوم في مدينة المتلوي وأكيد باش نتبع مباراة إن شاء الله بوعودها من الناحية الفنية وإن شاء الله نتبع مباراة ممتازة ما بين الزوز في رق على كل لحظاتها فقط وتعطى إشارة انطلاق هذه المباراة فقط تذكير بوضعية الفريقين بالنسبة للترتيب العام لبطولة الرابطة المحترفة الأولى فريق المحلي النجم الرياضي بالمتلوي اليوم موجود في المرتبة الثامنة مع الشبيب القيروانية والملعب التونسي ب20 نقطة 5 انتصارات 5 تعادلات و7 هزيم الفريق سجل 18 هدف وقبل 22 هدف بالنسبة فريق النادي اسفاقسي مرتبة 32 نقطة 9 انتصارات 5 تعادلات و3 هزيم سجل 25 هدف وما قبل إلى 12 هدف وهي المباراة عدد 10 في الحقيقة بين الفريقين مراد 4 انتصارات لنادي اسفاقسي 4 مقابلات تنتهت بالتعادل وفوز وحيد لنجم المتلوي كان بملعب المتلوي 3 واحد أمام نجم المتلوي اليوم المقابلة عدد 10 لتجمع بين الفريقين في الربط المحترفة الأولى لكرة القدم تحذيرات بطبع الحال ولمسات وأيضا أمور تنظيمية قبل ما يحطي الحكام يسري أبو علي إشارة ضربة بداية لقاء نجم المتلوي وضيفه النادي رياضي اسفاقسي تقص ممتاز لكن تبقى أرضية الميدان في الحقيقة هي العائق باعتبار أن أرضية الميدان صعبة وصعبة جدا إن شاء الله في انتظار إعادة تعشيب ملعب المتلوي وحبيد تنشير كذلك أنه اليوم 3 مقابلات في الربط المحترفة الأولى لكرة القدم مشاهدة القانون الاتحاد المنستيري ونبيك مدنين استقبل مستقبل جابس نجم المتلوي يلعب مع النادي اسفاقسي واللقاء منقور مباشرة على الوطنية الأولى نهر لحد إن شاء الله غضو الملعب الجابسي لدي الفريقي ترجي الجيس الملعب التونسي الأربعاء لقاء الاتحاد منقردين ندي بنزارتي والخميس يكتمل النصاب بالنسبة للجولة مع لقاء الكلاسيكو بين الترجي والنجم بملعب رادس كنا فقط تذكير بالنسبة للتغيرات اللي أدخلها كل من المدرب لسعد الدريدي وكذلك المدرب غزي الغريري بالنسبة لفريق النجم المتلوي كما ذكرنا تغير وحيد اليوم هو دخول اللعب عماد المنياوي 34 سنة اليوم كأساسي في مباراة اليوم أمام فريق السياسيس مقابل بقاء اللعب أبو بكير دياراء اللعب المالي واللي كان صنع الحدث نهاية الأسبوع الفارض بتحقيق هدف الانتصار وهدف الترشح لفريق النجم الرياضي بالمتلوي أمام الترجري التونسي مباراة الدورة السادس عشر لكأس تونس اليوم موجود على البنك باعتبار أنه أحس ببعض الأوجاع خلال الحصة التدريبية بالنسبة لأواسطة الأسبوع الجاري والمدرب غازي الغرائري فضل أنه يبقيها على بنك البودلاء والمدرب لسعد الدريدي مدرب فريق النادي الرياضي سفاقسي اليوم كذلك ثلاثة تغييرات بالنسبة للتشكيلة الأساسية حسام الواتي اليوم نجدوه كأساسي مكان اللعب محمد علي الرقوبي عشر في الزواغ اليوم موجود في الريوق العيصر مكان اللعب هني أعمامه وجسم الحمدوني المهاجم الشاب ياخذ مكانه كأساسي مكان اللعب مهر الحناشي لحظات فقط اللحظ في الصورة أمامكم الحكم يسري بعلي بعض الأمور التنظيمية فقط رضا وتنطلق المباراة وكذلك ننتظر طبعا ضربة بداية لقاء نجم المتلوي وضيفه نادي النادي الاسفاقسي والتحدث طبعا على مقابلات الكاس أكيد اليوم مقابلة تجمع بين فريقين منتشيين في الحقيقة بالتأهل للدور الربع نيائي من كاس تونس النجم المتلوي بعد ما تأهل الحساب الترجي بهدف مقابل سفر والفريق الضيف النادي الاسفاقسي كان حقق ربعية كاملة أمام اتحاد بن جردان في مباراة الكاس وكذلك يكسب ورقة العبور للدور الربع نيائي الاتحاد النادي الاسفاقسي بش يلعب ضد الاتحاد المونستيري لقاء الدور الربع نيائي بش يكون ضيف على الاتحاد المونستيري والنجم المتلوي كذلك أيضا بش يتحول يلعب ضد مستقبل للجيش في الدور الربع النيائي على ذكر مقابلة الكاس ثم تغيير في الحقيقة مراد في تواريخ يعني جديدة بالنسبة لكاس تونس دور الربع نهائي أو الربع نهائي بش يكون 24 و 25 فيفري مش الربع نهائي الثماني نهائي ثم الربع نهائي 4 أفريل دور نصف نهائي 21 و 22 أفريل ثم دور نهائي بش يكون اما 12 أو 13 ماي 2018 ونحن نتحدث بطبيعة على تشكيلة الفريقين والإضافة اللي قدموها الملعبية الأجينب بالنسبة لفريق النجم الرياضي بالمتلوي نتحدث على اللعب إدريسان يانج اللعب اللي كان حقق هدف الترشح بالنسبة للدور السلس عشر لكاس تونس أمام الترشح وكذلك اللعب أبو بكير الدياراء اليوم المصاب موجود على البنك فقط إدريسان يانج يعني لاعب قدم مرضوض غزير بالنسبة لمباراة الترشح وكان صاحب هدف الترشح وهدف الانتصار أمام الترشح وهو انتصار رضاء يعتبر تاريخي بالنسبة لفريق نجم المتلوي باعتبار أنه الانتصار بالنسبة لفريق لفريق نجم المتلوي أمام الترشح منذ صعود الفريق للربط المحترف الأولى موسم 2013-2014 نعم إذن لحظات تنطلق مباراة نجم المتلوي وضيف نادر الاسفاقسي مع تجد التحية لكل مشاهدية الوطنية الأولى ان شاهدوا مباراة طيبة بعد طبعا المعنويات المرتفعة في الحقيقة من الفريقين بعد كاس برقة العبور لدور الثمنيناء لكاس تونس لكرة قدم نجم المتلوي بأزياء العادية الأحمر والأصفر وانترق المباراة من قبل الحكام يسري بو علي والندي اسفاقسي كذلك في الجهة اليسرى بتبنات أبيضاء وأقمصة أبيضاء والنجم المتلوي كما اذكرت بأقمصة حمراء وصفراء وتبنات سوداء ننطلق في الوصف موراد ننطلق في الوصف بهجوم لفريق النادي اسفاقسي لكن يقطع كورة هاشم عباس في محور دفاع فريق النادي اسفاقسي يعطي كورة للظهير الأيسر موراد زهو يوزع كورة في اتجاه عماد المنياوي لكن متفطن دفاع عن طريق ياسين مريح يقطع كورة بالرأس يخرجها للتماس تمشي الكورة رمي التماس لفريق النجم الرياضي بالمتلوي في تنفيذ التماس عاطف المازني أكبر لعب موجود في تشكيلة الفريقين 36 سنة ينافذ التماس تمشي الكورة للعب إدريسان يانج ولكن الكورة ضيع وتخرج رمي التماس لفريق النادي الرياضي اسفاقسي في تنفيذها الظهير الأيسر اللعب أشرف الزواغي ياخذ مكانه اليوم كأساسي في تشكيلة المدرب لسعد الدريدي مدرب فريق النادي الرياضي اسفاقسي تمشي الكورة تبقى كورة ثنائية والحكم يعتبر مخالفة مخالفة لفريق النادي الرياضي اسفاقسي الحكم يشير بتنفيذ المخالفة من مكانها الأصلي التنفيذ الكورة من مكانها الأصلي يعطي الحكم إشارة التنفيذ الكورة داخل مناطق فريق النادي الرياضي اسفاقسي من جهة المدارج الفرعية ياسين مرياح في تنفيذ المخالفة ينفذ كورة طويلة في اتجاهها اللعب إيديوك كينغيس لي يسقط والتدخل من اللعب محند علي بن سالم يوعد الكورة يتعكس إثر الهجوم لفريق النادي الرياضي اسفاقسي وبذكاء عماد المنياوي بذكاء يربح تماث تماث لفريق النادي الرياضي اسفاقسي التماث لفريق النادي الرياضي اسفاقسي وسيكون في التنفيذ عاطف المازني الظاهرة الأيمن لعب الرواق الأيصر ينفذ في اتجاه عماد المنياوي لكن تقطع الكورة ياسين مرياح تمشي في اتجاه اللعب إيديو ولكن قطع كرة من محن دعلي بن سلم يقطع الكرة ويخرجها للتميس رمي التميس لفريق النادي الرياضي سفاقسي داخل مناطق فريق النجم الرياضي بالمتلوي في تنفيذ التميس عجرف الزواغي ياخذ كرة في الصورة أمامكم عجرف الزواغي في تنفيذ التميس لفريق نادي عاصمة الجنوب ينفذ التميس لكن قطع كرة من الدفاع مرأولة لكن يسترجعها فريق النادي سفاقسي تمشي حمزة المثلوثي عنده الكرة حمزة المثلوثي يوزع كرة في اتجاه لكن قطع كرة من دفاع النادي السفاقسي هايثم المحمدي يوزع كرة في اتجاه اللعب عماد المنيوي لكن متفطن يقتع كرة مرأولة عاطف المازني مرأة ثانية في دفاع النجم الرياضي بالمتلوي لكن ترجع في اتجاه اللعب وفي التغطية محن دعلي بن سلم يسقط والحكم يعطي الضربة مخالفة لفريق النجم الرياضي بالمتلوي داخل المناطق المخلفة ارتكبها ايديو كينغ سلي رضاء في توقيت ثلاثة دقائق لعب في الشوط الأول ما زالت تعادل السلبي بين النجم الرياضي بالمتلوي والنيدي الرياضي السفاقسي وهو كذلك التعادل يبقى إلى حد الآن بين الفريقين في انتظار بتابعة الحال نشوفوا مستوى فني طيب وكذلك نشوفوا الاهداف في مباراة النيدي السفاقسي ومضيف نجم المتلوي حابيت نشير فقط أن الفريقين تأهل للدور الثمني نهائي لكاس تونس لكرة القدم يوم 25 فيبري الجاري نادي السفاقسي يلعب ضد الاتحاد المنستيري وفريق النجم المتلوي ينزل ضيف على مستقبل الجيش ترجع كرة لنادي السفاقسي نسيم هنيد لحمزة المثلوثي نسيم هنيد وكاسين مرياح ثنائيا لمحور في تشكيلة نادي السفاقسي لسعد الدريد يختار في الحقيقة نسيم وكذلك ياسين مرياح لكي يكونوا في المحور بعد عدة تجارب في الليقات السابقة هذا هجوم للنجم المتلوي كرة على الجهة اليمنى داخل مناطق الجزاء ثم التوزيع بعيدة تمشي ضربة مرمى للحارس رامي جريدي رامي جريدي خاضي لحد الآن سمع مقابلات وأقبل سعب أهداف يبقى لعب لعب عماد المنيوي ملقى فوق رضية الميدان بعد ما أتعرض لي إصابة أكبر لعب فوق رضية الميدان عماد المنيوي تجارب عديدة في الحقيقة ربما أفضل هذه التجارب كانت مع النادي الإفريقي تحصل على البطولة مع النادي الإفريقي وكذلك أيضا من أصحاب الخبرة وارجع لفريق ليتقلق معه كذلك نجم المتلوي نسيم هنيد في بداية عملية هجومية النادي الإسفاقسي يسين مرياح يسين مرياح لعب المنتخب الوطني التونسي اللي كان قريب في الحقيقة باش يتحول في فترة التنقلات الشتوية لفريق ديجون الفرنسي لكن تم يعني في آخر لحظة تقريب المحافظة على هذا العنصر من قبل هيئة النادي الإسفاقسي ربما قد يتنقل يعني ويخوذ تجربة احترافية خارج تونس في الصائفة كورة طويلة تخرج رمية تماس لنادي الإسفاقسي للنجم المتلوي عفوا عاطف المازني في التنفيذ عاطف المازني باش يرجع كورة من رمية تماس عاطف المازني كورة تبقى لنجم المتلوي يتدخل كريم العواذي كينجس لي سوكاري يرجع كورة لرمية لابدوي كينجس لي سوكاري لعب النيجيري من افضل متوسطي الميدان الموجودين في البطولة الوطنية يلعب يعني منذ سنوات في النادي الإسفاقسي خاذ هذا الموصل 16 مقابلة سجل هدف واحد نسيم هنيد نسيم هنيد في بداية عملية هجومية للنادي الإسفاقسي ترجع كورة لكينجس لي سوكاري امام الضغط ليفرض فريق نجم المتلوي الضغط من فهم المعواني عماد الامنيوي على مدافعي النادي الإسفاقسي في كل مرة ترجع الكورة للحارس رمي الجريدي تبقى الكورة لنجم المتلوي هذا زياد البكوش زياد البكوش يتدخل اللعب على المرزوقي يخذ الكورة والكورة تخرج مباشرة رمية تمس في تنفيذ أشرف الزواغي ظهير أيصر في تشكيلة النادي الإسفاقسي صديق الأمس وزميل الأمس منافس اليوم باعتبار كانت تجربة كذلك مع نجم المتلوي كانت تجربة ناشحق وما يتحول لمستقبل لقابس نتحدث على أشرف الزواغي وهذه ذربة مخالفة لنجم المتلوي بعد سبعة دقايق لعب في الفترة الأولى والتعادل دون أهداف بين الفريقين بداية حذرة من الفريقين من فريق النادي الإسفاقسي وكذلك من فريق النجم الرياضي بالمتلوي انتبع ضربة مخالفة لفريق النجم الرياضي بالمتلوي بشتولى تنفيذها الحارس بليل السويسي حارس ممتاز بدايته كانت مع فريق ندي قربة قبل الانتقال إلى فريق الشبيبة القيروانية قبل ما ينتدبوا فريق النجم الرياضي بالمتلوي صد في مقابلة الدور السلس عشر لكائس تونس لضربة جزاك نفذها اللعب سعد بغير لا حارس كان على وشك الخروج من فريق نجم المتلوي ولكن في الأخير بش يكمل العقد اللي يربطه مع فريق نجم المتلوي ويقدم في الإضافة في فريق عاصمة المناجم تنفذ ضربة الخطأ ويبقى الهجوم لفريق نجم المتلوي عن طريق هشم عباس يعني كورة محمد جمع خليج هيثم المحمد يوزع كورة في اتجاه عمد المنياوي متفطن اللعب نسيم هنيد لكن ترجع كورة لفريق نجم المتلوي عن طريق فهم المعواني مراد زهو والكورة تخرج رمي التماس دائما لفريق النجم الرياضي بالمتلوي بش يتولى التنفيذ التماس اللعب مراد زهو لعب راجع من الإصابة بعد ما أجرى عملية أو أمامكم مراد زهو على الصورة في تنفيذ التماس لفريق النجم الرياضي بالمتلوي مراد زهو ينفذ تميس طويل والحارس رمي جريدي على مارتين ياخذ كورتو بطبيعة تحت مراقبة من اللعب ياسين مريح متوسط دفاع فريق النادي الرياضي سفاقسي يضع الكورة القاعة بالنسبة للحارس رمي جريدي يخرج الكورة للتماس ما إصابة حسب بعض الأوجاح فريق حارس فريق النادي الرياضي سفاقسي رمي جريدي طبعاً يسري بوعلي يذهب حتى يتمأن على صحة هذا الحارس كما ذكرنا حسب بعض الأوجاع وأكيد يأذن للإطار الطبي بالدخول إلى أرضية الميدان وتقديم الأسعافات إلى الحارس رمي الجريدي أكيد حارس يعني في السنوات الأخيرة قدم عطاء غزير بالنسبة لفريق النادي الرياضي الاسفاقسي فقط نذكر أنه كذلك عدد من اللعبي فريق النادي الاسفاقسي على غرار ياسين مرياح عرف أحلى فتراته مع فريق النادي مع فريق النجم الرياضي بالمتلوي قبل ما ينتقل إلى فريق النادي الاسفاقسي ويصبح أحدى ركائز المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم وكذلك اتحدث رضا على اللعب أشرف الزواغي كذلك اللي كانت عنده مسيرة طيبة مع فريق النجم الرياضي بالمتلوي أقبل ما ينتقل إلى فريق مستقبل جابس اللي انتدبو هو ومراد الهذلي في فترة الانتدابات الشتوية الأخيرة لباس بالنسبة لحارس فريق النادي الاسفاقسي وسيستأنف اللعب بعد قليل برمي التماس ومباراة إلى حد الآن تقريبا بعد مرور عشر دقائق في شوتها الأول ما زلنا بطبيعة بانتظار ارتفاع النساق الفني بالنسبة لهذا الشوت الأول وكذلك الفرص من الجانبين ياسين مريح يعطي كرة إلى ناسيم هنيد ناسيم هديد إلى ياسين مريح ياسين مريح في محور دفاع فريق النادي الرياضي الاسفاقسي يعطي كرة ناسيم هنيد يقرب الوسط الميدان توزيع الكرة فاتجاه اللعب على الدين المرزوقي في هجوم لفريق النادي الاسفاقسي خاطرة التوزيع ولكن مثلا ما يشحة ملاعبي من ملاعبية النادي الاسفاقسي في الاستقبال في الرسيبسيون مثل ما حتم لعبي وتدخل دفاع نجم تلوي يقطع الكورة ولكن يسترجعها اللعب النادي الرياضي الاسفاقسي حمزة المثلوث يعت كورة رامي جريدي تمشي ياسين مريح يقرب للدائرة المركزية وسط الميدان ياسين مريح يوزع كورة في تجاه علاء الدين المرياضي ومجوم لفريق النادي الاسفاقسي والتغطية والمخالفة يعتبر حكام المباراة المخالفة كان ارتكبها اللعب اشرف اللعب النادي الرياضي الاسفاقسي اشرف الزواغي على مدافع النجم الرياضي بالمثلوي هشم عباس والاسابة خفيفة والحمد لله بالنسبة لمدافع فريق النجم الرياضي بالمثلوي والخطأ بعد قليل سينفذ لفريق النجم الرياضي بالمثلوي والكورة امامكم واللحظ امامكم الخطأ الاخير بالنسبة لفريق النجم الرياضي بالمثلوي الحارس بيليل سويسي على الدين المرزوقي وكذلك أشرف الزواغي التنفيذ الخطأ من الحارس بلال السويسي يؤمر زملاءه بالتقدم إلى المناطق الأمامية بتبع من أجل افتتاح النتيجة الحارس بلال السويسي واضحة إشارته تقدم نحو المناطق الأمامية التوزيع في اتجاه عماد المنياوي لكن يأخذ كرة نسيم هنيد مرة أولى عماد المنياوي من يأخذ كرة مرة ثانية والحكم يعتبر المخالفة لفريق النادي الرياضي الفاقسي لصالح نسيم هنيد يأخذ كرة يسين مرياح في محور الدفاع يضع الكرة في مكان تنفيذها أو أمامكم الإعادة وسقوط نسيم هنيد والخطأ لفريق النادي الفاقسي باش يتولى تنفيذه رامي جريدي ينفذ الكرة طويلة الهجوم لفريق النادي الفاقسي عن طريق حسيم الويتي يوزع الكرة خاطيرة والكرة تمشي ضربة ركنية الركنية لفريق النادي الرياضي الفاقسي رضا في توقيت 13 دقيقة لعب في الشوط الأول ما زالت تعادل السلبي سفر مقابل سفر بين النجم الرياضي بالمتلوي والنادي الرياضي الفاقسي نعم أول ضربة زاوية للفريق الضعيف النادي الرياضي الفاقسي جي على أيمين الحارس بلال السويسي كما تشاهدوا في الصورة أشرف الزواغ لزواغ ينزل للمعدة الهجومية باش ترجع كرة من ضربة زاوية للنادي الرياضي الرياضي الفاقسي الاعتماد ويتابعة الحالة على الكرة الثابتة سلاح في الحقيقة في كرة القدم التنفيذ من حسام الرياضي الحاكم مقابل ذلك ينبع على المدافعين والمهاجمين داخل مطق 16 متر 50 باش ترجع الكرة من ضربة زاوية للنادي الرياضي الرياضي الفاقسي تحدثت على أشرف الزواغ يتحدثت كذلك على ياسين مرياح بطبيعة الحال زوز لاعبين يعني خاضوا تجربة مع نجم المتلوي نفس الشيء بالنسبة لبرهن الحكيم يلاعب نجم المتلوي لكانت تجربة كذلك مع النادي الرياضي الفاقسي كرة ترجع لفهم المعواني لنجم المتلوي والكرة تخرج مباشرة رمي التماس للنادي الرياضي الفاقسي رمي التماس في التنفيذ على المرزوقي لحمز المتلوثي حمز المتلوثي يوزع ترجع من هاشم عباس اعطاه في الحقيقة صلابة لخط دفاع نجم المتلوي في الجولات الأخيرة بعد ما تم انتدابه في فترة التنقلات الشيطوية تحدث على هاشم عباس وكذلك ايضا تقلق مع زميله محمد علي بن سالم في محور دفاع نجم المتلوي نرجع للقطة والمخالفة المرتكبة لخط دفاع نادي الرياضي الفاقسي تمشي كرة ياسين مرياح ناسيم هنيد ناسيم هنيد يرجع كرة لياسين مرياح ينتظر لاعب نادي الرياضي الفاقسي يعني لاعبي نجم المتلوي حتى يلزوا من مناطقهم بمتابة الحال يبحثوا على ربما يعني يبحثوا على المباغتة ويبحثوا كذلك على اخراج لاعبي نجم المتلوي من مناطقهم في هذه الفترة الاولى هذا رامي جريدي اخذ الكرة رامي جريدي يرجع لشيباك النادي الرياضي الفاقسي بعد ما كنت البداية في البطولة مع الحارس محمد الهدي جعلول اللي خذ عشر مقابلات ورامي جريدي يلعب المباراة عدد رقم ثمانية كان قبل سبع اهدف هذه ضربة مخالفة الحكم يسري بوعلي يصفرها لنجم المتلوي ضربة المخالفة لنجم المتلوي في التنفيذ مرد زهو لعب رواقل ايسر في تشكيلة نجم المتلوي يرفع كرة ترجع من دفاع النادي الرياضي الفاقسي لكن تبقى في حوزة نجم المتلوي عادت في المازني زياد الباكوش زياد الباكوش ساحب ثلاثة اهداف في تشكيلة نجم المتلوي افضل هداف في تشكيلة نجم المتلوي ثامن مع واني باربع اهداف وتعرفوا بطبع الحال على الدين المرزوقي هو اللي يتصدر طريعة الهدفين الى حد الان في البطولة الوطنية بثماني اهداف لعب النادي الرياضي ترجع كرة من رمي التماس لنجم المتلوي كرة التويلة والحكم يخلي اللعب تمشي ياسين نسيم هنيد يرجع حلاري لرامي جريدي رامي جريدي رامي جريدي يرجع كرة ليسين مرياح كل ما ياخذ ياسين مرياح الكرة يتحول للجهة اليسرى وبالمقابل اشرف الزواغي لعب رواق الايسر يتوغل اكثر في مناطق نجم المتلوي ويتحول ربما حتى لكلاعب وسط ميدان كما نشاهدوا فيه الان ترجع كرة ليسين مرياح يسين مرياح يطول كرة يبحث عن حمز المتلوثي لكن قبل مرد زهو مرة اولى ثم محمد جمع خليج لهاشم عباس يطول كرة في مناطق نادر الاسفاقسي كرة ترجع من يسين مرياح مرة اولى مباشرة للتماس تمس لنجم المتلوي المباراة عدد عشر بين الفريقين في الربط المحترف الاولى لكرة القدم اربع انتصارات لندي اسفاقسي واربع تعادلات مقابل فوز وحيد لنجم المتلوي بنتيجة ثلاثة هداف مقابل واحد باش ترجع كرة مرة اخرى ومن جديد من رمي التماس دائما لنجم المتلوي عطف المازني عطف المازني يبحث عن ادريسان يانك سحب هدف تأهل في مباراة الكاس امام الترجي والكرة تخرج رمي التماس هذه المرة دائما لنجم المتلوي لكن اقرب لضربة الزاوية يمشي في التنفيذ مرادزه اكيد بشكون رمي التماس طويلة على الطريقة الانجليزية في انتظار طبعا التنفيذ رمي التماس ورعب نجم المتلوي يحاولوا ديما يستغلوا الكرة الثانية الراجعة من المدافعين بعد رميات التماس الطويلة اللي جئي من مرادزه مرادزه بالفعل الكرة داخل ملاطق الـ 16 متر 50 يرجح هذه المرة المدافع والكرة تخرج مباشرة ضربة زاوية وهي الاولى لنجم المتلوي في ثم تشكيق لعب مراد ننتظر تحسن الاداء الفني ننتظر كذلك الهداف هذا اللقاء نعم ننتظر ارتفاع المستوى الفني بالنسبة لهذه المباراة ان شاء الله مع قادم الدقائق انتبع في الاثناء ضربة زاوية لفريق لفريق النجم الرياضي بالمتلوي تنفيذ ضربة الزاوية على مستوى القائم الاول وتدخل الدفاع مرة اولى مرة ثانية ياخذها فهم المعوان يرجع كرة قيد الفريق محمد جمع خليج تمشي عاطف المازني عملية واحد اثنين لكن الاشرف الزواغي متفطل لكن الكرة تتقاس تمشي على الدين المرزوقي يقطع الهجوم لفريق ناديس فاقسي فاتجاه اللعب جسم الحمدوني ولكن اللعب مراد زهو كل متفطن يقطع الكرة يخرجها التميس تميس لفريق ناديس فاقسي في تنفيذ التميس اللعب حمز المثلوثي اللعب الدولي وتخرج الكرة يعتبر المساعد الثاني يعتبر التميس لفريق النجم الرياضي بالمتلوي في تنفيذ التميس مراد زهو الظهير العيسر ينفذ التميس تمشي عماد المنياوي لمسة واحدة لكن متفطن كريم العواضي يقطع الكرة مرة أولى حمز المثلوثي مرة ثانية تبقى الكرة حسام الويتي سلسلة من المراوغات عملية واحد اثنين ولكن يقطع الكرة مراد زهو ويبعد الخطر لكن كورته ترجع معاكسة عن طريق حمز المثلوثي تمشي فاتجاه ياسين مريح في وسط الميدان سوكاري سوكاري اللعب النجيري يحاول يلعب واحد اثنين والحكم يعتبر ضربة غطاء تم ارتكابها على أهداف البطولة على الدين المرزوقي في وسط الميدان ثمانية أهداف على الدين المرزوقي ورق رابحة سوكاري بالنسبة للمدرب لسعد الدريدي يعني اكتسب خبرة كبيرة عرفها مع فريق البقلاوة قبل انتقاله طبعا إلى فريق نادي عاصمة الجنوب إلى فريق السياسيس فريق النادي رياذي سفاقسي وتنفيذ المخلفة لفريق النادي سفاقسي داخل مناطق فريق النجم الرياذي بالمتلوي ولا تنفيذ الخطأ وأغلب من لعبية فريق النادي سفاقسي ينزلوا إلى المناطق الأمامية بغية متبعها افتتاح النتيجة في هذا اللقاء الهام اللي عاول عليه الفريق النادي سفاقسي التنفيذ ولكن سهل بالنسبة للحارس بليل السويسي حارس مرمى فريق النادي النجم الرياذي بالمتلوي يعطي الكورة إلى اللعب عطف الميزني وزع الكورة ولكن الكورة تصدم باللعب النادي سفاقسي وتخرج للتماس تمس لفريق النجم الرياذي بالمتلوي بتبيعها بشيكون في التنفيذ التماس عطف الميزني التنفيذ التماس ينفذ للتماس ولكن تدخل الدفاع يبعد الخطر كورة ما زالت ما خرجتش وتبقى عند فريق النجم الرياذي بالمتلوي ولكن الكورة معاكسة ما تحكمش فيها اللاعب اشرف الزواغي تبقى عند فريق النادي سفاقسي تمشي الكورة عن طريق اللاعب رقم الاثناش جاسم الحمدوني يوزع الكورة جاسم الحمدوني تبقى لفريق النادي سفاقسي يلعب في مناطق النجم الرياذي بالمتلوي في اللحظات الاخيرة والمخالفة كانت واضحة والحكام ما كانش بعيد برشا على مكان المخالفة بدون تردد يعطي مخالفة لفريق النجم الرياضي بالمتلوي المخالفة تم ارتكابها على عاطف الميزني الظاهير الأيمن باش يتولى تنفيذ الخطأ اللعب النجم الرياضي بالمتلوي اللعب عاطف الميزني في تنفيذ الخطأ ينفذ الكرة باتجاه عماد المنياوي ولكن كانت بعيدة على عماد المنياوي كانت أقرب إلى الحارس رامي جريدي حارس مرمى فريق السي اس اس يعطي الكرة إلى اللعب ناسيم هنيد ناسيم هنيد يرجع كرة إلى يسين مريح يقرب إلى منتقة وسط الميدان يسين مريح يرجع كرة ناسيم هنيد يسعد حمز المثلوثي في المعاضة يجيها اللعب كينغ سلي السوكاري يرجع كرة ناسيم هنيد يوزع الكرة في اتجاه علاء الدين المرزوقي لكن مطفط المحند علي بن سالم يقطع الكرة لكن الحكم يعتبر خطأ لفريق النادي الرياضي السفاقسي أو النجم الرياضي بالمتلوي باش يتولى تنفيذ الخطأ اللعب محند علي بن سالم لعب تمكن من اقتلاع مكانه في محور دفاع فريق النجم الرياضي بالمتلوي محند علي بن سالم في تنفيذ الخطأ يوزع كرة في اتجاه عماد المنياوي يقطعها سوكاري تمشي محمد جمع خليج عاطف المازني ياخذ كرة مرة أولى مرة ثانية يقطعها اللعب ياسين مرياح في محور دفاع النادي السفاقسي يعطي كرة إلى اللعب ايديو عملية واحد اثنين ولكن ما فهموش اللعب على أدين المرزوقي كورتو تخرج للتميس رمي التميس لفريق النجم الرياضي بالمتلوي في تنفيذها عاطف المازني ينفذ التميس تمشي الكرة عند اللعب ادريسان يانج لكن تقطع له الكرة يتعكس الهجوم سكاري فيه هجوم لفريق النادي السفاقسي تمشي الكرة جاسم الحمدوني جاسم الحمدوني جاسم الحمدوني يلعب واحد اثنين مع اللعب حمزة المثلوثي يرجع كرة إلى الخلف يوزع في تجاه جاسم الحمدوني ينطلق جناحة توزيع ولكن الريسبسيون مثلا ما شحة واحد من مهاجمي فريق النادي السفاقسي كرة كانت سهلة عند الحارس بيلال السويسي حارس مرمى فريق النادي الرياضي السفاقسي يضع الكرة على القاعة يوزع الكرة في تجاه عمد المنياوي ياسين مرياح ما ياخذش كرة ياخذها اللعب نسيم هنيد يعطي كرة إلى اللعب حمزة المثلوثي يوزع الكرة بدون عنوان تخرج خارج الميدان رمي التماس لفريق النجم الرياضي بالمتلوي مراد زهو في تنفيذ التماس ينفذ التماس مع عمد المنياوي لكن قبله نسيم هنيد مرة أولى حمزة المثلوثي مرة ثانية تمشي في اتجاه اندوي عملية واحد اثنين مع حسام اللواتي يأتي كرة إلى جاسم الحمدوني ولكن مراد زهو يرجع ويقوم بالتغطية إلى حارس المرمى بيلال السويسي حارس مرمى النجم الرياضي بالمتلوي في توقيت 24 قاعة لعب في هذا الشوط الأول سفر مقابل سفر بين نجم المناجم والنجم الجنوب فريق النادي الرياضي سفاقسي وهو كذلك مراد لحد الآن التعادل دون أهداف بين الفريقين هذه محاولة هجومية لنجم المتلوي دريسان يانج دريسان يانج يدخل داخل وطق الجزاء يسقط والحكم يسرب عليه يسفر ضربة مرمى ضربة مرمى لنادي سفاقسي يبقى لعب نجم المتلوي على إعادة أمامكم للمحاولة الأخيرة اللي كانت لنجم المتلوي تدخل من رقم 18 حسام الواتي أمام عماد الأمنيوي والحكم يخلي اللعب يسري إبو علي ترجع كرة ليسين مريح يسين مريح يسين مريح الضغط من عماد الأمنيوي لرامي جريدي رامي جريدي لناسيم هنيد ناسيم هنيد كينجلي سوكاري يرجع كرة أمام ضغط محمد جمع خليج يرجع كرة يسين مريح بداية عملية هجومية للنديس فاقسي على الجهة اليسرى يمشي أشرف الزواغ يحاول ياخذ الكرة والحكم يسفر ضربة مخالفة لمحمد علي بن سالم مدافع نجم المتلوي يسري بو علي في خمس مباراة يسفرها في الربط المحترف الأولى لكرة القدم حكم الشاب 24 سنة ما يعطيش في الحقيقة برشة بطاقات لا صفراء ولا حمراء في أربع مقابلات سابقة كان رفع البطاقة الحمراء في مناسبة وحيدة ضد مهدير صايسي لعب النادي بعد مجمع مدافع النادي البنزرتي بطاقتين صفروين وبطبيعة الحال يعني يبقى من الحكم الشبان الحكم يسري بو علي إن شاء الله ينحط مسيرة تحكمية طيبة هذا الحكم باشترجع كرة لنجم المتلوي بلال السويسي بلال السويسي اللي يخاذ 11 مباراة مع نجم المتلوي في بطلة هذا الموسم قبل 15 هدف يرفع كرة يلمس الكرة مرة أولا دريسان يانج لكن الحكم يرجع للمخالفة يرجع للمخالفة لنادي صفاخسي رامي جريدي في إرجاع الكرة رامي جريدي إلى حد الآن المستوى الفني يعني دون المتوسط من الجانبين ما فمش محاولات هجومية لا من جانب النادي صفاخسي ولا من جانب الفريق المحلي كذلك نجم المتلوي هاشم عباسي رجع كرة المتابعة من عماد المنياوي لكن قبله نسيم هنيت مرة أولى ثم ياسين مرياح يتدخل يحط الكرة على دين المرزوقي هدف البطولة على دين المرزوقي يحاول يبعد ينجح في دخول داخل مستوى 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 ماتنخبسين مهد ترجع للمخالفة من جديد وكرة على الخائم كرة على الخائم مرة أولى مرة ثانية وحسام الواتي حسام الواتي بالساقل يسرى يتعلق بلالي السويسي أبرز محاول إلى حد الآن تجي في الضقيقة 28 للفريق الضيف نديس فاقسي بعد كرة أولى من على المرزوقي ثم التصويب الثانية كانت من حسام الواتي رقم 18 واليقظة كانت موجودة من الحارس بلالي السويسي ترجع كرة لرامي جريدي رامي جريدي ياسين مرياح ياسين مرياح ياسين مرياح يرجع كرة لنسيم هنيد نسيم هنيد يرجع كرة لرامي جريدي من جريد رامي جريدي ياسين مرياح يتجهل الجهة يسرى لخط دفاع فريقه ويسمح لزميله أشرف الزواغي بالتواغل أكثر في مراتق نجم المتلوي نسيم هنيد كريم العواضي هيثم المحمد يقطع الكرة عماد المنياوي عماد عماد المنياوي عماد المنياوي في كرة لفهم المعواني لكن خاطئ يترجع تبقى في حوز النجم المتلوي هشم عباس هشم عباس محمد علي بن سالم الثناء اللي يعتمد عليهم غازي رغرايري يعتمد عليه الغازي رغرايري في اللقاءات الأخيرة هشم عباس ومحمد علي بن سالم في محور دفاع فريق نجم المتلوي بعد ملعب كذلك من العياري أحمد محمود أحمد بن صالح ومحمد أمين بالأكحل ترجع كرة وتبقى في حوز النجم المتلوي وحسام الواتي يتحصل على ضربة زاوية ضربة زاوية لنجم المتلوي وهي الثانية للفريق يمشي في التنفيذ أعتقد جسم الحمدوني في تنفيذ أشرف الزواغي بالفعل أشرف الزواغي في تنفيذ ضربة الزاوية لنجم المتلوي ضربة الزاوية من أشرف الزواغي بالساقل يسرى ترجع من الدفاع مرة أولى ثم كريم العواذي والحاكم يدخل يعطي ضربة مخالفة لخط دفاع نجم المتلوي ضربة المخالفة يسفر الحاكم يسري أبو علي لنجم المتلوي فملاعب من نادر الاسفاقسي موقف وقردية الميدان هذه المحاولة الأخيرة التي كانت تالية نادر الاسفاقسي وضربة المخالفة المرتكبة على خط دفاع نجم المتلوي يبقى على دين المرزوقي موقف وقردية الميدان باش يتلقى الاسعافات وبي طبيعة الحال الحاكم يطلب كذلك خرج اللعب باش يتلقى الاسعافات خرج ردية الميدان هدف البطولي إلى حد الآن بثماني أهداف رغمنا اللعب على دين المرزوقي يلعب يعني كمتوسط هجوم ما هوش مهاجم يعني كلاسيكي لكن إلى حد الآن يتصدر طلعة الهدفين بثماني أهداف باش ترجع كورا ايذن بذربة مخالفة حبيت نشير كذلك أن اليوم المواعد الرياضية في الحقيقة باش تتوسل عبر الوطنية الأولى فما مباراة أيضا باش تجمع بين الترجي وفريق الوفاق الموريتاني في إطار الدور الأول لتصفية دوري أبطال أفريقيا بعد ما نجحت إدارة التلفزي الوطنية في اقتناح يعني حقوق بث المباراة باش تمنقل إن شاء الله مباشرة اليوم على القناة الوطنية الأولى انتلاق من الساعة الخامسة حظ سعيد للترجي وكذلك لبقية ممثل كوث القدمة التونسية في دوري أبطال الأفريقية الترجي والنجم وفي كسر اتحاد الافريقي لكرة القدم النادي الافريقي والتحاد بنجردان هذه عملية هجومية لفريق نادي النجم المتلوي بعد بالضبط مراد 31 دقيقة لعابي لحد الآن والتعادل دون أهدف بين الفريقين نعم تمنياتنا كذلك بالتوفيق بالنسبة لكل فريقنا التونسية المشاركة في مختلف المسابقات الأفريقية والبداية تكون اليوم بلقاء الترجي الرياضي التونسي وفريق الوئم الموريطاني بالتباعة تمنياتنا إن شاء الله بالتوفيق للترجي الرياضي التونسي هو بالفعل فريق الوئم مش الرياضي فريق الوئم الموريطاني نعم تمنياتنا بالتباعة لكل فريقنا التونسية إن شاء الله تمنياتنا إن شاء الله بالتوفيق جمهير غفيرة اليوم تواكب في هذا اللقاء اللقاء النجم الرياضي بالمتلوي والنيدي الافريقي منها جانب كذلك من أنصار فريق النيدي الرياضي الافريقي نذكر أن الرابطة خاصة قرابة المئة تذكره بالنسبة لجمهور فريق النادي الرياضي سفاقسي وجانب كبير من الجماهير فريق النجم الرياضي بالمتلوي يحذر المباراة خاصة بعد الترشح الأخير أمام الترشي والمرور إلى الدورة الثمنة نهائية لكائس تونس نتبع في الأثناء هجوم لفريق النجم الرياضي بالمتلوي فهم المعويني إدريسان يانج ولكن الكون متاعه تمشي خفيفا في يد الحارس رامي جريدي حارس مرمى فريق النادي الرياضي سفاقسي كما شاهدته أبرز فرصة كانت إلى حد الآن كانت لفريق النادي الرياضي سفاقسي حسام الواتي قبل قليل بعد فرصة والاختار كان خلقه على الدين المرزوقي من الجهة اليسرى وحسام الواتي كان في الاستقبال وتزديده القوية تصدى لها الحارس بليل سويسي حارس مرمى فريق النجم الرياضي بالمتلوي السوكري يعتكور إلى ناسيمهنيد ناسيمهنيد جاسم الحمدوني جاسم الحمدوني يمشيله اللاعب إدريسان يانج يرجع كورة إلى الخلف إلى ناسيمهنيد يوزع كورة في اتجاه علاء الدين المرزوقي متفطن دفاع نجم المتلوي يخرج كورة مرة أولى ومرة ثانية كذلك والتعكس الهجوم عن طريق فهم المعواني لفريق النجم الرياضي بالمتلوي محمد جمع خليج يعتكورة هاشم عباس يوزع كورة فاتجاه عماد المنياوي يسقط عماد المنياوي الحكام يقول ما ثم شي يواصل والتماس لفريق النجم الرياضي بالمتلوي التماس والحكام يرجع للأطمئنان على الحالة الصحية بالنسبة لعماد المنياوي يبقى ملقى في وسط الميدان ما ثماش إصابة اختيرة والحمد لله بالنسبة لمهاجم فريق النجم الرياضي بالمتلوي في تنفيذ التماس مرد زهو لاعب الرواق العيسر ينفذ للتماس في تجاه عماد المنياوي يقص كورة ناسيم هنيد في محور الدفاع والخطأ والمخالفة لفريق النادي الرياضي السفاقسي واحتجاجات من ملاعبية النادي الرياضي السفاقسي والحكام يرفع الأنذار في وجه اللعب والمهاجم عماد المنياوي بعد ارتكاب الخطأ على ناسيم هنيد مدافع فريق النادي الرياضي السفاقسي يعتبر أنه الخطأ كان متعمد من مهاجم فريق النجم الرياضي بالمتلوي عماد المنياوي ويدخل الطاقم الطبي لفريق النادي الرياضي السفاقسي لتقديم الأسعافات لناسيم هنيد وأعتقد إصابة خفيفة ما ثماش اختار بالنسبة لهذا اللعب لباس بالنسبة لهذا المدافع الشاب اللي تمكن من اقتلاع مكانه كأساسي في تشكيلة المدرب لسعد الدريدي مدرب فريق النادي الرياضي السفاقسي لباس بالنسبة لناسيم هنيد وسيستأنف اللعب بضربة مخالفة لفريق النادي الرياضي السفاقسي يخرج لعب ناسيم هنيد لتلقي الأسعافات خارج أرضية الميدان والخطأ والمخالفة لفريق النادي الرياذ الفاقسي باش يتولى تنفيذها الحارس رامي جريدي ينفذ معايا سين مريح لاعب يمر بفترة طيبة جدا لاعب ايديو كينغ سلي لكن يقصها الدفاع نجم المتلوي مرة اولى ومحمد جمع اخليج مرة ثانية والمخالفة لفريق نجم المتلوي ينفذها محندا علي بن سالم هاشم عباس يرجع كورة الى الخلف محندا علي بن سالم يوزع كورة عماد المنياوي ثم رايع ثم تسلل ومخالف تسلل لفريق النادي الرياذ الفاقسي سوكاري يرجع كورة الى الخلف ياسين مريح باش يتولى تنفيذها الخطأ معانا سيم هنيد يتنفذ الخطأ تمشي حمزة المثلوثي ابن النادي الرياذ البنزرتي يلعب كورة مع جاسم الحمدوني منتدب من فريق النادي البنزرتي كذلك يعطي كورة ياسين مريح في وسط الميدان يوزع كورة فاتجاه علاء الدين المرزوقي ولكن الكورة كانت قوية تخرج خارج ارضية الميدان ضربة مرمى لفريق النيجم الرياذ بالمتلوي باش يتولى تنفيذ ضربة المرمى الحارس بليل السويسي يضع الكورة في مكان تنفيذ المخالفة حارس مرمى فريق النيجم الرياذ بالمتلوي 31 سنة ابن فريق النادي القربي ابن الترجي والعب في النيدي القربي والعب في الشبيبة قبل ما ينتد بفريق النجم الرياضي بالمتلوي تنفذ ضربة المرمى التمشي إدريسان يانج معها اللعب حمزة المثلوثي يرجع كورة إلى هيثم المحمدي والمخالفة والخطأ كان من اللعب إيديو كينغس ليهي الخطأ لنجم المتلوي ينفذ الخطأ تمشي محمد جمعقليج فهمي المعويني في وسط الميدان يعطي كورة إلى عاطف الميزني يرجع كورة محمد جمعقليج يرجع كورة إلى هاشم عباس لاعب محور الدفاع يلعب بالاختار جاء هاشم عباس ولكن الحكم من حسن حظه يعطيه ضربة خطأ اعتبر أنه إيديو كينغس ليهي ارتكب خطأ على هاشم عباس والمخالفة لفريق النادي الرياضي سفاقسي في توقيت رضا 37 دقيقة لعب في الشوط الأول ما زالت النتيجة أصفار بين نجم الجنوب ونجم المناجم ونجم الجنوب نعم وهو كذلك مراد نتيجة سلبية إلى حد الآن سفر لسفر بين الفريقين كذلك المستوى الفني يعني ما في مش برش محاولات في الحقيقة من الجانبين بإذا استثنين المحاولة اللي كانت للاعب حسام الليلواتي لعب نادي الرياضي سفاقسي كورة ترجع لنجم الرياضي سفاقسي أشرف للأزواغي لعب ظهير أيصر وفي الحقيقة الرياضي سفاقسي في بطلت هذا الموسم يعني ستة لاعبين من نادي سفاقسي تداولوا على خطة ظهير أيصر منذ انطلاق الموسم الحالي حسام دكدوغ سامح بوحاجب ريمون موندي سليم المحش بيسين مرياح وأخيرا أشرف الزواغي طبعا اختيارات المدرب لسعد الدريدي كورة ترجع لنجم الرياضي سفاقسي من حمز المثلوثي لسوكاري لكينجسلي وفما تسلل لخط دفاع النجم المتلوي الحكم المساعد الثاني والعياد متفطن تفطن العامرية سفر ضربة مخالفة والعياد يسفر ضربة مخالفة تتنفل ترجع كورة من رمية التماس لنجم المتلوي رمية التماس ترجع من الجي دائما لنجم المتلوي نجم المتلوي في محاولة عملية في محاولة هجومية زياد اللبكوش ترجع كورة فهم المعواني والحكم يدخل بعد إشارة من الحكم المساعد الأول رمزي بنفرج بشعتي كورة ضربة مخالفة للنادي السفاقسي ياسين مرياح في التنفيذ ياسين مرياح لرامي الجريدي رامي جريدي ناسي مهنيد ناسي مهنيد ناسي مهنيد يرجع كورة رامي الجريدي من الجديد في محاولة لجلب لاعبي نجم المتلوي يضغط اللعب عمد الله من يوي يخلي ياسين مرياح يرجع كورة لرامي جريدي من الجديد ناسي مهنيد ناسي مهنيد ناسي مهنيد بجنبه سوكري كما اذكرت من أبرز لاعبي وسط الميدان في تونس في بطولة هذا الموسم إلى جانب عدد برشة لاعبين يعني غيلا الشعلالي الفرجاني سياسي محمد دامين بن عمر ومحمد جمع أخليج وغيرا في الحقيقة يبقى اللعب النيجيري كينجلي سوكري من أبرز لاعبي النادي السفاقسي وكذلك من أبرز الانتدابات اللي قام بها النادي السفاقسي في السنوات الأخيرة ترجع كول النادي السفاقسي من أشرف الزواغي لعلى المرزوقي لكن الكرة تخرج رمية تماث لنجم المتلوي هذه المرة رمية تماث باشترجع من عطف المازني عطف المازني لعب رواقل أيمن منذ مواسم في تشكيلة نجم المتلوي كرة من زياد البكوش بلقطة فنية لفهم المعواني لتدخل كريم العواذي كريم العواذي سحب التجربة وسحب الخبرة الكبيرة كذلك ترجع كرة لجاسم الحمدوني جاسم الحمدوني لحسام اللواتي عملية هجومية ومنسق النادي السفاقسي على المرزوقي على المرزوقي يحاول يصوب وشجاعة من عطف المازني في الحقيقة يقطع الكرة بكل شجاعة لعب نجم المتلوي ترجع كرة عطف المازني يبحث على العماد المنياوي ولكن قبل ياسين مرياح يرجع كرة لرامي جريدي ياسين مرياح ياسين مرياح قلب دفاع النادي السفاقسي ولعب المنتخب الوطني التونسي كذلك كنت اذكرت في بداية التعليق كان قريب للتحول للبطولة الفرنسية من خلال فريق ديجون الفرنسي لكن تم تجيل الصفقة ربما لصائف القادمة ترجع كرة من جديد لياسين مرياح وكرة يلمسها زياد الباكوش تخرج رامي التماس لنادي السفاقسي لأشرف الزواغي أشرف الزواغي رجع كرة لكينغزلي إيديو اللعب النيجيري القادم من فريق لوبستارز النيجيري بعقد مدتو ثلاثة سنوات وكان قدم أوراق اعتماده في الحقيقة في لقاء الكاس أمام اتحاد بنغردان بعد ما سجل هدفين هذا اللعب وهذا المهاجم النيجيري يلعب كذلك اليوم أساسي في تشكلة النادي السفاقسي تخرج كرة رمية تميس مراد بعد 42 دقيقة لعب تقريبا في الفترة الأولى ويبقى التعادل إلى حد الآن دون أهدف بين الفريقين نبقى بانتظار الأهدف في هذه المباراة مباراة النجم الرياضي بالمتلوي وفريق النادي الرياضي السفاقسي تمشي كرة محمد جمعا خليج يعتكور عماد المنيوي ممتاز جدا الترويذ يحاول يخرج إدريسان يانج ومتفطن حمزة المثلوثي يقطع كرة كانت في اتجاه اللعب إدريسان يانج ولكن حمزة المثلوثي يقطع لكرة تمشي رمية تميس لفريق النادي الرياضي سفاقسي عشرة في الزواغي ينفذ التميس في اتجاه ياسين مريح ياسين مريح ياسين مريح يتقدم بالكرة ياسين مريح يأتي كرة اللعب سوكاري اللعب النيجيري سوكاري يرجع كرة إلى حارس المرمى رمية جريدي ناسيم هنيد ناسيم هنيد يتقدم بالكرة جهة اللعب جاسم الحمدوني فضل يلعب الكرة مع اللاعب حمز المثلوثي والمخالفة والخطأ لفريق النادي أرياديس فاقسي في منطقة وسط الميدان ناسي مهنيد يضع الكرة في مكان تنفيذ الخطأ وأمام الكرة الفهمي المعويني تنفيذ خطأ من حمز المثلوثي يقطع كرة زياد البكوش مرة أورا محندا علي بن سالم مرة ثانية الحكم يقول ما ثم شي يواصل يبقى اللاعب إيديو ملقع لأرضية الميدان ولكن الحكم يسري بولي يرجع ويعطي مخالفة لفريق النجم الرياضي بالمثلوي هاشم عباس في تنفيذ المخالفة قلت عليش قلت قبيلة أنه نجم الجنوب بالنسبة لفريق النادي الاسفاقسي باعتبار أنه من أبرز الفرق ومن أعرق الفرق اللي لعبت في الرابطة المحترفة الأولى بالنسبة لفريق عاصمة الجنوب فريق النادي الرياضي الاسفاقسي تمشي كورة سكري كريم العواظي كريم العواظي ولمست يد من كريم العواظي يلمس كورة باليد كريم العواظي متوسط ميدان فريق النادي الرياضي الاسفاقسي ابن جمعية ميغرين 34 سنة بالنسبة لهذا اللعب ضربت مخالفة تقريبا تبعد 34 متر على مرمى الحارس رامي جريدي حارس مرمى فريق النادي الاسفاقسي يوم جمهير غفيرة تواكي في هذه المباراة من جانب أنصار فريق النادي الرياضي بالمتلوي وقرابة المية المحب كذلك من جانب أنصار فريق النادي الرياضي الاسفاقسي أمام الكورة اللحظة زياد البكوش وكذلك هشم عباس أمام الكورة في تنفيذ كورة ثابتة خطيرة لفريق النادي الرياضي بالمتلوي هشم عباس في تنفيذ المخالفة هشم عباس يعطي الحكم إشارة التنفيذ ينفذ كورة تصدم بحسام الواتي لكن ترجع لفريق النجم المتلوي عن طريق زياد البكوش ولكن كورتو تخرج رمي التماس لفريق النادي الرياضي الرياضي يمشي لتنفيذ التماس عشر فالزواغي لعب تم انتدابه من فريق مستقبل قبس كانت له تجربة مع فريق النجم الرياضي بالمتلوي ينفذ الكورة هيثم المحمد يقطع كورة مرة أولى ومرة ثانية فهم المعواني زياد البكوش يقطع كورة ياسين مرياح في دفاع النادي الرياضي تمشي إيديو مرة أولى ومرة ثانية سوكاري في وسط الميدان تبقى الكورة عند النادي الرياضي 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 عشر فالزواغي يوزع الكورة في اتجاه علاء الدين المرزوقي متفطن عاطف المازني يقطع كورة هيثم المحمد هيثم المحمد يعطي الكورة إلى عماد المنياوي خطيرة زياد البكوش زياد البكوش فيه هجوم للجم المتلوي زياد البكوش خطيرة يراوغ يسدد كورة تستدم بالمدافع ياسين مرياح وتخرج رمي التميس لفريق النجم الرياضي بالمتلوي كان هجوم معاكس خطير يلعب على الكورة الثابتة بالنسبة لفريق النجم الرياضي بالمتلوي واستغلال المساحات الفرغة في دفاعات النجم في دفاعات النادي الرياضي نعم دقيقة وحيدة كوقت بدل رائع يعلنها الحكم يسري بوعالي طبعا بعد مرفع الحكم الرابع الحكم الرابع مهدي البكوش كان نرفع اللوحة ورمي التماس تتنفذ لنجم المتلوي دون تغيير في النتيجة إلى حد الآن يبقى التعادل سفر لسفر بين الفريقين هذا بلالي سويسي حارس نجم المتلوي يطول الكرة في مناطق نجم الناديس فاقسي ترجع من ياسير مريح مرة أولى ثم حمز المثلوثي جاسم الحمدوني جاسم الحمدوني لعلى المرزوقي على المرزوقي كورتو تستدم بهاشم عباس تخرج رامي التماثل كان في ذات اللحظة الحكم يسري بوعالي يونهي إذن الفترة الأولى في رقاء نجم المتلوي والناديس فاقسي بالتعادل دون أهداف فانتظار الأهداف وتحسن المستوى الفني بطبيعة الحال بين الفريقين إن شاء الله في الفترة الثانية مشاهدناش فيها في الحقيقة برشة يعني محاولات هجومية